الحج البطل الشيخ المهندس إبراهيم العرجاني ضهر السينوية ويعيش أبو عصام شيخنا السبع الدرغام الراجل اللي بيراد بينا إن إحنا نحبه ونعتبره من الرموز الوطنية المصرية المخلصة اللي ليها في الجبال علامات الراجل اللي بيراد لأي حد يقترب منه إنه هم يسكتوا صوته أو يتهمونه بيعادي رموز الوطن الراجل اللي بيراد بينا إن إحنا نقتنع إنه هو داعش كانت بتحربه وبتستهدفه وخده ابن أخوه أتلوه الراجل اللي بيقولولنا إنه هو أخوه كان شهيد وابن أخوه كان شهيد وابنه كان شهيد الراجل اللي بيقولولنا كل الحاجات دي بيقولوا عنه معلومات غلط بيقولوا عنه معلومات كذب بيقولوا عنه معلومات مضللة بيقولوا عنه حاجات ما حصلتش عشان يكبروا اوي قدامنا عشان يخلوا راجل حاجة كده من ابطال التاريخ المصري القديم والحديث لكن احنا مش في عهد اعلام احمد سعيد ولا احنا ايام ناكست 67 احنا مش في الاذاعة اللي بتقولنا ان احنا وقعنا 200 طيارة وان احنا داخلين تل قبيب وكانت سينا راحت وكانت جيش الاسرائيلي على بعد كم كيلو من قاهرة عفوا احنا في 2024 الحمد لله لو ما فيش قنوات فعندنا موبايلات بنصور وبنتكلم وبنعمل بحث وبنتأكد من المعلومات وبنستوثق وبنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي بنتكلم بالعربي وبالانجليزي وفي كل حتة لو بتعرف تكتب مقال بنكتب مقالات وبننشرها في مواقع لو ما كانش فعندك منصاتك الشخصية اللي كل منصة فيها تحولت لقناة بنوثق فيها المعلومات وبنقولها احنا في 2024 يا سادة مش في 67 ما يصحش ابدا ان انتو تلوثوا تاريخ سينة وتشوهوا تاريخ سينة بان انتو تلصقوا تاريخ واسم بطل من ابطال البدو السينوية بمهرب سابق رجل اعمال حالي بالذراع امني واستخباراتي اسمه براهيم الارجاني ما يصحش ما يصحش واحنا موجودين والناس عايشة والتاريخ موجود والشباب اللي دلوقتي في عابل تينيجرز اللي 12 و13 سنة بيعرف يعمل بحث كاكبر واهم صحة في استقصائي ما يصحش في ظل الاجيال دي والعصر ده انك تقول لي ان الشيخ ابراهيم الارجاني زيه زي الشيخ سالم الهرش عيب يا جماعة عيب يا جماعة ما هو دلوقتي وانا بتكلم انا متأكد ان كل الناس دخلت على جوجل تكتب من هو سالم الهرش وهيطلع لهم حاجات كتيرة جدا بس ما تشغلش بالك ما تروحش الجوجل هنا هنقول لحضرتك من هو هذا الرجل ما قيمته وما هو تاريخه وازاي يلصق به او يحاولوا يقرنوا بابراهيم الارجاني او يحطوا بابراهيم الارجاني جنب اسمه يعني شتان بين الرجلين بين واحد كان من ابناء سينة معجون بالخميرة الوطنية عمره مواجه مؤسسات الدولة عمره ما تعامل مع المكان ده انه خير الحدود لاهله ما كانش فيه الكلام ده رجل دفع ثمنا غاليا نتيجة مواقفه الوطنية وواحد تاني نايم في حضن السلطة من دياله كل حاجة في البلد لا بيدفع ولا بيعمل اي حاجة هو بياخده بس اشتركوا في القناة